بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمدك اللهم على نعمك التي لا تعد ولا تحصى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله عن صحابة نبينا أجمعين وعن آل بيته الطيبين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين وعنا معهم بمنه وكرمه وواسع رحمته إنه أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أيها الأخوة الأكارم أيها الأخوات الطيبات ونحن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج تهافت الفراش نتكلم في هذه الحلقة عن أهم وأبرز العواصم التي تقينا من شر القواصم العواصم التي تقينا من شر القواصم نتكلم عن العواصم التي تقينا شر الفتن وهي لا شك كثير وقد تطرقنا إلى بعضها في حلقات ماضية وعدت في هذه الحلقة أيضا أن أؤكد على بعض النقاط لأننا نعيش في زمان كثرت فيه الفتن وكثر فيه المتهافتون والمتساقطون فيها نعوذ بالله من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن فتن يرقق بعضها بعضا وفتن يتبع بعضها بعضا كلما جاءت فتن ظن الناس أنها مهلكتهم حتى إذا انجلى غبارها وزال أثرها جاءت فتن جديدة حتى يرى الناس أن الفتن التي سبقتها كانت أهوا منها أو كانت أصغر منها أو كانت أخف منها بكثير فعلى المسلم أن يعتصم بالله عز وجل وأن يعتمد على الله عز وجل وأن يتوكل على الله عز وجل وأن يفوض أمره إلى الله عز وجل حتى يقيه الله عز وجل شر الفتن ما ظهر منها وما بطن العواصم من الفتن كثيرة أحبة الأكارم أخوات الطيبات لكننا نتوقف عند بعضها نتوقف عند بعض هذه العواصم ومن أهمها وأعظمها هو أن تعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما مصدر النجاة والهداية وهما السلامة من كل ضلال ومن كل فتنة ومن كل غواية فمن اعتصم بهما فاز ونجا ومن تنكب طريقهما وأعرض عنهما خاب وخسر وضيع دنياه وأخراه نعوذ بالله من الخسران ونعوذ بالله من الضلال ونعوذ بالله من الفتن الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظل أبدا كتاب الله وسنة كتاب الله وسنة ولي يتفرق حتى يرد علي الحوض يبقى الكتاب والسنة مجتمعان لا يتفرقان حتى يردان الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اعتصم بالكتاب والسنة فهو في مأمن من الفتن أيضا حتى يرد الحوض وحتى يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عاش بعيدا عن القرآن والسنة صار فريسة سهلة وأكلة مستساغة لأي فتنة فإنه حين يرد الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد عن الحوض تطرده الملائكة عن الحوض فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم مني ومن أمتي فيقال له صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا لمن غير بعدي أو سحقا لمن بدل بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذن أحبة الأكارم أخواتي المباركات حين يريد المسلم أن يكون بمنأ عن الفتن وبأمان من الفتن ويعني يلوذ بعاصم يعصمه من تلك الفتن لا بد أن يفزع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما كما قلنا مصدر الهداية وسر الهداية وجوهر الهداية وما سواهما يكون سببا في الظلال وفي الفتنة وفي الغواية عليكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إذن هو توجيه أن نرجع إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده حتى يكون ذلك سببا من أسباب نجاتنا وعصمتنا من الفتن وهذا أعظم عاصم من الفتن أن تستنير بنور القرآن الكريم الله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يا من تريدون الهداية للصراط المستقيم يا من تريدون الهداية للمنهج القويم يا من تريدون الأمان من الفتن ما ظهر منها وما بطن سلوا أنفسكم ما هو حالكم مع القرآن تلاوة ما هو حالكم مع القرآن سماعا ما هو حالكم مع القرآن تدبرا ما هو حالكم مع القرآن عملا بأحكامه ما هو حالكم مع القرآن تخلقا بأخلاقه ما هو حالكم مع القرآن مع كلام الله عز وجل فهو منهج الحياة فإذا كان حالكم خير وبركة وصل بهذا القرآن الكريم قراءة وسماعا وتدبرا وتخلقا وعملا بأحكامه فأنتم على خير الكثير وأنتم في مأمن من الفتن وإذا كان بينكم وبين القرآن حاجزا وبرزخا فأنتم له هاجرون وأنتم عن آياته معرضون وأنتم له لا تتدبرون بل أنتم مدبرون عن القرآن الكريم فحين ذلك تكونون فريسة سهلة وسائغة لأي فتنة من فتن الشرق أو الغرب في هذا البلد أو في غيره من البلدان نعوذ بالله من الفتن كلها من الفتن كلها أيضا أحبة الأكارم السنة النبوية أيضا هي المصدر الثاني من مصادر التشريع وهي أمان من الفتن وهي عاصم من الفتن فسأل نفسك عن حالك مع القرآن وعن حالك مع السنة النبوية مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هل تساهم في نشرها؟ هل تساهم في إحيائها؟ هل تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن المأثورة عنه في الطعام في الشراب في المنام في لبس الثياب في الصلاة في الصيام في الحج في الزكاة أثرت عنه صلى الله عليه وسلم آلاف السنن سنن كثيرة فيها الخير وفيها الفلاح وفيها النجاح وفيها السعادة وفيها الريادة وفيها السيادة في الدنيا والآخرة فإذا كنت من أهلها فأنت إن شاء الله في أمان من الفتن وفي عصمة من الفتن إن شاء الله وإذا كنت بعيداً عنها من أهل البدع وأنت بعيد عن السنة فلا شك أنك قريب من الفتن نعوذ بالله لذلك أهل البدع ومحبي البدع ومروجي البدع وناشري البدع هم أقرب الناس للفتن تراه في أول النهار عابداً وتراه في آخر النهار مفتوناً تراه في أول النهار زاهداً فتراه في آخر النهار مفتوناً تراه في أول النهار يعجبك مظهره فتراه في آخر النهار منافقاً معلوم النفاق نعوذ بالله من شر النفاق ومن سيء الأخلاق فإذا هذا من أعظم العواصم من الفتن القرآن الكريم والسنة في العمل بها الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فهل أنت تحكم القرآن والسنة في كل صغيرة أو كبيرة في حياتك وفي كل جزئيات حياتك بداية بتعاملك مع نفسك مرورا بتعاملك مع زوجتك وأهل بيتك وصولا إلى المجتمع المسلم ثم إلى الأمة المسلمة ما هو دورنا مع القرآن ومع السنة؟ هما حصن حصين وسور منيع من الفتن لذلك حين ترى هذه الأمة تتهافت في الفتن تهافت الفراش في النار فاعلم أنها قد هجرت كتاب ربها وأنها قد أعرضت عن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم فحلت بها الفتن ونزلت بساحتها المحن وتهافتت فيها تهافت الفراش في النار نعوذ بالله من الفتن ومن النار النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عضوا عليها بالنواجث إذن هو أمر منه صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بسنته وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم لأنهم هم من حملوا مشعل الهداية هم من حملوا القرآن وأوصلوه إلينا هم من حملوا السنة وأوصلوها إلينا فحين نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أحق من يقتدى به من نقتدي بعد محمد صلى الله عليه وسلم نقتدي بالصحابة الكرام الدنيا اليوم تعج وتهج وتضج بملايين يعني البدع وأيضا مليئة بالفتن والمحن والحروب والبلاء وتسلط الإعداء بعض الناس يعني تكويه نار الفتنة الأولى فتقول لعل هذه الفتنة تكون له عبرة فيرجع إلى القرآن ويرجع إلى السنة ويرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هدي أصحابه لكن لا يلبث أن ينتكس لا يلبث أن ينتكس وأن ينقلب على عقبيه فيقع في فتنة ثانية وثالثة ورابعة يتسلط عليه الابتلاء لكنه لا ينقله من حال إلى حال أحسن مع أن الله عز وجل أقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قسط قلوبهم يدخل في فتنة ويخرج منها إلى ثانية وثالثة وعاشرة دون أن ينزجر دون أن يرعوي دون أن ينتهي دون أن يعلم أن هذه الظلمات التي بعضها فوق بعض التي يتخبط فيها لا ينجيه منها من ظلمات الفتن إلا أنوار الهداية وأنوار الهداية في القرآن في السنة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة السلف الصالح من صحابة رضي الله عنهم من تابعين رضي الله عنهم ومن تبعهم ومن تبعهم من العلماء الصادقين من الدعاة الربانيين من المربين المخلصين الذين لا يخرجون عن هدي القرآن والسنة لذلك إذا أردت أن تعرف هذا الإنسان على هدى أو على ظلال فزنه بميزان القرآن والسنة كما ورد عن أئمة المذاهب أنهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا رأيتم قولي يعارض مثلا أو يخالف الكتاب والسنة فاضربوا بقولي عرض الحائط أئمة التصوف رحمهم الله ورضي الله عنهم جميعا كالجنيد البغدادي بشر الحافي سر السقطي الشيخ عبد القادر القيلاني رحمهم الله جميعا أحمد الرفاعي رحمهم الله جميعا أئمة السلوك وردت عنهم أقوال إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أعماله على الكتاب والسنة فإن وافقها فصدقوه وإن خالفها فكذبوه يقولون هذا أمرنا هذا يعني أمر التصوف والسلوك وتربية النفس وتزكيتها يعني أخذناه من القرآن والسنة إذا ما وافق الكتاب والسنة فهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو ضمان وأمال لك من الفتن لكن ما خالف الكتاب والسنة من البدع التي تعج وتضج بها اليوم الدنيا وبلاد المسلمين ما هي؟ هذه مخالفات للكتاب والسنة فإذن هي عبارة عن ضلال وعبارة عن زيغ وعبارة عن فتن عبارة عن فتن هذا الميزان الدقيق هذا الميزان القويم هذا المنهج القويم هذا الصراط المستقيم الذي ينبغي أن نزن به أنفسنا وأن نزن به أعمالنا وأن نزن به غيرنا حتى نقتدي ثم نهتدي ولا نبتدع وإنما نتبع نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع الصحابة ونتبع التابعين رضي الله عنهم أجمعين ولا نبتدع شيئا من أنفسنا لا في مجال العقيدة ولا في مجال الفكر ولا في مجال السلوك في الأمور القطعية أما ما كان منها من الأمور الظنية محط اجتهاد فهذا يجتهد فيه أهل الاجتهاد أيضا مما يكون عاصما لنا من الفتن هو اتباع الصراط المستقيم أن نتبع الصراط المستقيم صراط الله عز وجل واحد وسبيل الله عز وجل واحد لا يتعدد فعلينا أن نتحرى هذا الصراط المستقيم حتى نكون من أهله أخي الكريم أخت الكريمة نحن في كل راكعة من ركعات الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم أنت تدعو الله عز وجل في كل راكعة من ركعات الصلاة فرضا كانت أو نافلة أن يهديك الصراط المستقيم ثم الآية التي بعدها صراط الذين أنعمت عليهم والله عز وجل قال في آية أخرى أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فأنت تسأل الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم والمنهج القويم صراط محمد صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من أنبياء ومرسلين ثم صراط محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من صديقين وشهداء وصالحين فعليك أن تتمسك بهذا الصراط المستقيم ولا تذهب ذات الشمال ولا ذات اليمين إلى السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لأن كل سبيل من السبل التي هي ما عدا الصراط المستقيم كل سبيل منها عليه شيطان عليه شيطان والآن الفتن كل فتنة عليها مجموعة من الشياطين من شياطين الإنس أو الجن يسعون بطريقة أو بأخرى في الليل والنهار حتى يحولوا بينك وبين الصراط المستقيم الله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أيضا كل المنحرفين عن جادة الصواب وعن الصراط المستقيم حتى من المسلمين ممن ذهبوا شرقوا أو غربوا باتجاه البدع وباتجاه المحرمات وباتجاه سبل الشياطين فظلوا وأظلوا وزلوا وأزلوا هم يتمنون أنك تكون تبعا لهم الله عز وجل يقول والله يريد أن يتوب عليكم الله أكبر والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة فأصحاب البدع وأصحاب الفتن يسعون أن يتهافت غيرهم كما تهافتوا وأن يتساقط غيرهم كما تساقطوا وأن يفتن غيرهم كما فتنوا نعوذ بالله من الفتن فالمسلم الفطن الحذق العاقل هو الذي ماذا؟ هو الذي يسعى في فكاك نفسه وفي خلاص نفسه وفي نجاة نفسه من الفتن ويسعى في نجاة غيره أيضا من الفتن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فكما أنك تحب لنفسك طعاما فتحبه لأخيك وتحب لنفسك ثيابا فتحبها لأخيك وتحب لنفسك بيتا فتحبه لأخيك من باب أولى أنك حين تحب لنفسك الهداية أنك تحب الهداية لأخيك المسلم حين تحب لنفسك النجاة من الفتن تحب لأخيك المسلم أيضا النجاة من الفتن وهذا شأن المؤمنين النصحة وليس شأن المنافقين الغششة لأن المؤمنون نصحة والمنافقون غششة نعوذ بالله من النفاق ومن سيء الأخلاق إذن اتباع الصراط المستقيم حيث الإسلام والإيمان والإحسان حيث توحيد الرحمن سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذه وصية عظيمة من وصايا المولى عز وجل أنه وصانا بماذا؟ أن نتبع الصراط المستقيم وأن نحذر من السبل ذات الشمال وذات اليمين وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون حتى نكون في عصمة من الفتن كما تكلمنا في النقطة الأولى تكلمنا عن الكتاب والسنة أنهما مصدر الهداية العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده أن نتبع الصراط المستقيم الذي وجهنا الله عز وجل على اتباعه ونحن ندعوه في الليل والنهار أن يهدينا هذا الصراط المستقيم وهذا المنهج القوين أيضا أن يكون لنا إقبال على كتاب الله فالله عز وجل قل فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَةَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْكَاهُ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْكَاهُ فإذا مطلوب منا ماذا؟ أن نقبل على كتاب الله يا أخواني اليوم الحالة مع القرآن الكريم عند الكثير من المسلمين حالة يائسة وحالة بائسة وحالة محزنة فالبعض منهم لا يقرأ القرآن الكريم ربما إلا في شهر رمضان فإذا انتهى شهر رمضان أغلق القرآن ثم لا يعود إليه إلا في رمضان القادم إن كان من الأحياء وإن كان هو من الأموات فقد هجر القرآن هذه الفترة كلها البعض الآخر يقرأ القرآن يمر عليه مرورا سريعا لا يفقه حروفه ولا يدرك معاني كلماته ولا يدرك تفسير آياته ولا سبب نزولها ولا الأحكام المستنبطة منها ولا الأخلاق التي نتخلق بها من خلال القرآن الكريم فين بغي أن تكون لنا عودة إلى القرآن الكريم اليوم المسلمون بصورة عامة المسلمون بصورة عامة والمسلمون في هذا البلد بشكل خاص يعيشون في فتن عظيمة وفي بلاء عظيم نزل بهم البلاء تسلط عليهم الأعداء قتل الآلاف بل عشرات الآلاف من أهل السنة في هذا البلد ومن غيرهم من المذاهب الأخرى ومن الأديان الأخرى قتل الكثير فكلامنا للمسلمين في هذا البلد لأهل السنة في هذا البلد أنه هذه الفتن التي نزلت هذه الفتن التي نزلت هذا البلاء الذي حل بساحتكم هؤلاء الأعداء الذين تسلطوا على رقابكم فأراقوا الدماء وقتلوا الأبرياء ويتموا الأبناء ورملوا النساء وهجروكم من دوركم أين كانت أسماؤهم وأين كانت مراجعهم إلى أين يرجعون بغض النظر عن فكرهم عن سلوكهم عن عقيدتهم المهم أنهم عاثوا في الأرض فسادا رغم هذه الفتنة العظيمة الناس ما زالوا بعيدين جداً عن ربهم بعيدين جداً عن كتاب ربهم بعيدين جداً عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فلابد أن نقبل على القرآن الكريم أن نمسكه بأيدينا أن نجعله في قلوبنا أن نحفظه لأبنائنا أن نتعلم أحكامه فنعمل بهذه الأحكام أن نتخلق بأخلاقه سيد عائش رضي الله عنها حين سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن تعالوا إلى القرآن يعني زرافات ووحدانة أفراد وأسر وجماعات وأحزاب وعشائر وقبائل ارجعوا إلى القرآن فإنه سر فلاحكم فإنه سر نجاحكم وإنه سر نجاتكم وخلاصكم من الفتن في الدنيا من نار الفتن في الدنيا ومن نار جهنم في الآخرة يعني كلما كنا معرضين عن القرآن تبقى الفتن قائمة فوق رؤوسنا تذهب فتنة وتأتي ثانية وثالثة وعاشرة تبقى الفتن لكننا حين نعود إلى القرآن نحكمه في حياتنا نتخلق بأخلاقه نقرأه نسمعه نحفظه نتدبره عند ذلك أبشروا بالخير في الدنيا والآخرة وأبشروا بالنجاة من نيران الفتن وبالنجاة إن شاء الله من عذاب النار في الآخرة وبشراكم إن شاء الله بدخول الجنة لأنكم تنسكتم بهذا القرآن الكريم شريعة الله شريعة الله للإصلاح عنوان وكل شيء سوى الإسلام خسران لما تركنا الهدى حلت بنا محن نعم لما تركنا الهدى حلت بنا محن حلت بنا فتن لما تركنا الهدى حلت بنا محن وهاجل الظلم والإفساد طوفان تأريخنا من رسول الله مبدأه وما سواه فلا عز ولا شان لا حموراب ولا خوف يعيد لنا مجدا بناه لنا بالعز قرآن مجدا بناه لنا بالعز قرآن نستأذنكم بفاصل ثم نعود إليكم فانتظرونا حياكم الله حياكم الله من جديد نعم أحبة الأكارم العودة إلى القرآن والإقبال على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ينجينا بإذن الله عز وجل من الفتن وهو من أعظم العواصم نحن تكلمنا عن يعني الهداية بالقرآن وبالسنة والرجوع أيضا إلى القرآن والرجوع إلى السنة والإقبال عليهما أن نحتفي بهما وأن نحتفل بهما كما كان الصحابة رضي الله عنهم وكما كان التابعون رضي الله عنهم كما كان الصحابة وكما كان التابعون في عملهم بالقرآن والسنة في تخلقهم بذلك في تحكيمهم للقرآن والسنة في جعلهم منهج حياة جعل القرآن والسنة منهج حياة حتى نعيشه بمنأة عن البدع والخرافات والخلافات والفتن والمحن لا بد أن نرجع إلى القرآن والسنة وأن نتمسك بهما وأن نقبل عليهما إقبالا حقيقيا إقبالا حقيقيا نعم أيضا من العواصم العظيمة من الفتن هو أن يكون الإنسان على قدر كاف من العلم على قدر كاف من العلم فأكثر المتهافتين في الفتن وأكثر المتساقطين في الفتن الآن هذه الفتن التي مرت خلال الثلاث أو أربع سنوات الماضية غير الفتن طبعا التي سبقتها منذ الاحتلال وما تبعه من الاختلال والميليشيات وداعش وغيرها كل هؤلاء يعيثون في الأرض فسادا لكن هناك فتن عند السياسيين وفتن عند شيوخ العشائر وفتن عند بعض علماء الدين وبعض طلبة العلم يعني في مختلف المجالات هناك فتن فحتى تأمن من هذه الفتن كلها لا بد أن تكون على قدر كاف من العلم واعلم رعاك الله اعلم حفظك الله اعلمي رعاك الله اعلمي حفظك الله أنه لا يكون واحد منا فريسة سهلة للفتن فيتساقط بكل فتنة صغيرة كانت أو كبيرة عامة أو خاصة يتهافت فيها وتساقط فيها حين ترجع إلى هذا الشخص يقينا تجد أنه عافاكم الله جاهل تجد أنه جاهل أو تجد أن رصيده من العلم الشرعي محدود لا يسد حاجته الذاتية لا يسد حاجته الذاتية لذلك يتساقط في الفتن كل الذين سقطوا في الفتن في زمن عاد في زمن فرعون في زمن أصحاب الحجر في زمن قوم لوط قوم إبراهيم قوم موسى عليهم صلاة والسلام جميعا الأنبياء عليهم صلاة والسلام جميعا قومهم الذين زلوا قومهم الذين ضلوا قومهم الذين فتنوا في أغلب أحيانهم كانوا جهلة أو كانوا ماذا؟ كان رصيدهم من العلم محدود اليوم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أغلب الذين يتساقطون في الفتن هم يجهلون العلم الشرعي أو رصيدهم من العلم الشرعي محدودا وأي حزب اليوم يأتي أي جماعة اليوم تأتي أي شخص من الدجالين من السحرة من المشعوذين من المنافقين من من يريقون دماء الناس ويتهاولون بدمائهم ويتلعبون بأمنهم في الغالب يبحثون عن هؤلاء يتصيدون في الماء العكر حتى يبحثون عافاكم الله عن الحمقى عن المغفلين عن المغرر بهم عن حدثاء الأسنان عن سفهاء الأحلام عن قليلي العلم الشرعي فيصطادونهم فيجعلون منهم أدات حتى صار الشاب يقدم على نحر أبيه وهو يرى أنه يتقرب بذلك إلى الله عز وجل والله بريء من هذا العمل ومحمد صلى الله عليه وسلم بريء من هذا العمل والإسلام بريء من هذا العمل القرآن بريء من هذا العمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا العمل هذا إنسان جنى على نفسه وجنى على غيره ولو أنك عدت إلى رصيده من العلم الشرعي لو وجدت أنه صفر أو أنه محدود جدا لذلك تنوروا بنور العلم الله عز وجل يقول أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا الله أكبر هذا النور نور العلم هذا النور نور العلم حين تكون عالما بالعلم الشرعي تعرف الحلال من الحرام من الشبهات من الشهوات من المشتبهات عند ذلك تأتيك هذه الأنوار بمنطلقات فتعرف متى تفعل ومتى لا تفعل ومتى تنطق ومتى لا تنطق تعرف مراد الله عز وجل في أي شيء هذه فتنة أقبلت ما هو مراد الله في الفتن؟ اعتزالها ما هو مراد الله في الفتن؟ الابتعاد عنها ما هو مراد الله في دماء المسلمين؟ أن تتجنب هذه الدماء حتى تبقى على فسحة من دينك لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فلو رجعت إلى الفرق الضالة والمذاهب المنحطة البعيدة عن القرآن والبعيدة عن السنة وعن مذاهب أهل السنة ولو نظرت في المبتدعة في أهل السنة اليوم بالآلاف عشرات الآلاف مئات الآلاف وعدت إلى السبب لوجدت أنه بعدهم عن العلم الشرعي وحتى من يدعي من المبتدعة العلم الشرعي فإنه يحجم ويحدد بالتواصل مع علماء محدودين والرجوع إلى كتب ومصادر محدودة لا ترجع إلى التفسير الفلاني لا تقرأ الكتاب الفلاني لا تقرأ كتاب الفقه الفلاني لا تقرأ كتاب العقيدة الفلانية لا تدرس عند العالم الفلاني لماذا قطعت عني كل هذه الأوصال وكل هذه الشرايين وكل هذه الأوردة لماذا؟ لماذا قطعتها عني؟ قطعتها عني حتى أبقى جاهلا حتى أبقى عفاكم الله أحمق حتى أبقى مغفل حتى أبقى بعيداً عن العلم ونور العلم عند ذلك يعني تفعل بما تشاء وتوجهني حيثما تشاء فأقع في الفتنة ارجع إلى تاريخ المسلمين من عصر النبوة إلى يومنا هذا عن كل إنسان فرد أو أسرة أو جماعة أو حزب أو مذهب أو فئة ظلت أو زلت أو فتنت ستجد أنه من أعظم أسباب فتنتها هو غياب العلم الشرعي هو غياب العلم الشرعي لا يعرف قال الله ولا يعرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف مراد الله عز وجل في هذا الأمر ولا يعرف ما يرضي الله عز وجل في هذا الأمر فسقط في هذه الفتنة ونفس الشيء فتن اليوم في الميليشيات التي عاثت فساداً في قتل الناس في داعش الذي أراق الدماء وقتل الآلاف وعشرات الآلاف وفجر البيوت وهدم المساجد وتلاعب في أمن الناس ارجع إلى هؤلاء وانظر إلى رصيدهم من العلم والله العظيم أكثر من تسعين بالمئة أكثر من تسعين بالمئة من هؤلاء حصيلتهم في العلم الشرعي قريبة من الصفر ومن ادعى العلم منهم ومن ادعى العلم منهم ففي الغالب أنه حفظ بعض الخطب أو المواعظ الرنانة المؤثرة فيؤثر فيها بهؤلاء المغرورين أو المغرر بهم أو هؤلاء عفاكم الله الجهلة أو هؤلاء الصغار أو حدثاء الأسنان أو صفاء الأحلام حتى يؤثر بهم أما حين تسأله في الأمور الرصينة والأمور المتينة من العلم الشرعي في مجال العقيدة أو في مجال الفكري أو في مجال السلوك أو الفقه أو الأصول أو الفلسفة أو اللغة أو المنطقة أو الأدب أو غير ذلك فتجد أن رصيده محدود جدا وأنه محدد بمصادر معينة وبمراجع معينة وبعلماء معينين بعلماء معينين فإذا أحبة الأكالم أخواتي الطيبات حتى لا نقع في الفتن لابد أن يكون عندنا رصيد من العلم الشرعي يعني بعض الخطباء مثلا في مسجد من ساجن خطيب المسجد مثلا دكتوراه مثلا بالفقه الإسلامي من ارتقى في زمن الفتن المنبر مكانه لم يكن قد أنهى الدراسة الابتدائية ما كان الخطيب بشهادة الدكتوراه في الفقه الإسلامي يجرؤ أن يكفر مسلما واحدا لكن كان الخطيب الذي لم ينهي دراسته ربما الابتدائية كان يجرؤ أن يكفر الآلاف من الناس بل ربما يجرؤ أن يفتي في قضية الدماء ففلان يقتل وفلان يطلق وفلان يسجن نعوذ بالله هذا الفتن عظيم السر فيها هو ماذا؟ الجهل بالعلم الشرعي العاصم العظيم من العواصم هو أن يكون عندنا دراية بالعلم الشرعي أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم أنت تبحث عن الهداية وتخاف من الضلال والغواية وتبحث عن الصراط المستقيم وعن المنهج القويم اذهب إلى طلب العلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة والله العظيم أفتى بعض المفتونين في زماننا أمورا لو عرضت على الإمام مالك رحمه الله الذي قيل عنه لا يفتى ومالك في المدينة لتورع عن الإفتاء فيها لأن فيها قضية دماء وحقوق ناس لو عرضت على الإمام أبو حنيفة رحمه الله الذي قيل عنه كل الناس عيال في الفقه على أبو حنيفة ربما لم أفتى فيها أو لو عرضت على الإمام الشافعي الذي قيل عنه لقد كان الإمام الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان ربما لترك بعضها ولم يفت به لو عرضت على ناصر السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة لما أفتى فيها أو لو أنها عرضت على شيخ الإسلام بن تيميه أو تلميذه ابن القيم الجوزية مع أنهم عاشوا ظروفا مقاربة إلى حد كبير من الظروف التي نعيشها سواء كان من الفتن أو الاحتلال أو الاختلال أو تسلط العداء لا يا أخوان هذا التعجل وهذا التسرع في الفتوى هو بحد ذاته فتنة للذين يتصدرون للفتوى وهم ليسوا أهلا لها لمن يتصدرون يعني قبل أوانهم من تصدر قبل أوانه ندم طول زمانه أنت تصدر للفتوى يعني عجيب فإذن القضية عاصم عظيم من العواصم أن يكون لنا يعني سهم عظيم وحظ وافر وكبير من طلب العلم الشرعي صحابة التابعين من تبعهم إلى يومنا هذا الناس يهتمون بطلب العلم الشرعي قضوا يعني عقود من أعمارهم في طلب العلم الشرعي في طلب العلم الشرعي حتى يحصنون أنفسهم بالعلم من الفتن وحتى يحصنون الناس من الفتن لأنه وجود الرسل والأنبياء بين الناس هو أمان لهم من الفتن لأنهم يوجهونهم من خلال يعني الآيات القرآنية من خلال الكتب السماوية من خلال السنن النبي صلى الله عليه وسلم وجوده بين الناس كان أمانا لهم من الفتن لماذا؟ لأن القرآن موجود والنبي صلى الله عليه وسلم بسنته أيضا موجود بين الناس بل هو أمان أيضا حتى من العذاب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي دور من؟ دور العلماء العلماء ورثت الأنبياء لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر فإذا أردت أن تكون بمنأة وبمأمن من الفتن فعليك أن تأخذ من العلم الشرعي ما تستطيع حتى يكون أمال لك بإذن الله عز وجل من الفتن الأمر الآخر أحبتي من العواصم العظيمة من الفتن هو صدق اللجوء إلى الله عز وجل قد يكون عندك علم لكن علمك لا يسعفك قد يكون عندك سلاح لكن سلاحك لا يحميك قد تكون عندك منعة من عشيرة أو قبيلة لكنها لا تحميك من الفتن قد يكون عندك سلطان أو وظيفة يعني مرموقة لكنها لا تحميك من الفتن قد تكون عندك أموال كثيرة لكنها لا تحميك من الفتن وهذا حال الناس نعوذ بالله اليوم يعني آلاف عشرات الآلاف من الذين تساقطوا في الفتن الماضية بعضهم كان عنده رصيد عظيم من المال لكن ما أنقذه ماله من الفتن بعضهم كان يمتلك أسلحة كثيرة لكن ما نفعه سلاحه في تلك الفتن البعض الآخر كان عزيزاً في قبيلته أو في عشيرته لكن ما نفعه ذلك بعض الآخر كان عنده منصب أو وظيفة إذن أنت بحاجة إلى ماذا؟ أن تصدق في اللجوء إلى الله عز وجل في أحوالك عامة وفي زمان الفتن بشكل خاص وفي زمان الفتن بشكل خاص حتى تكون بمأمن من الفتن لا بد أن تصدق باللجوء إلى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وحبيب الحق وأحب الخلق إلى الله عز وجل لكنه مع ذلك كان يدعو الله عز وجل باستمرار حتى يأمن من الفتن ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لماذا؟ لأن القلوب كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يقلبها كيف يشاء فإذا كان الأمر كذلك الأمر خطير والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الفتن قال عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا نعوذ بالله إذن هذا التقلب السريع هذا التقلب السريع في الفتن ماذا يتطلب منك؟ يتطلب منك أن تكون صادقا في اللجوء إلى الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم أما يجيب المضطر إذا دعاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فحاجتك للدعاء في كل حياتك حاجة ماسة وملحة حاجتك للدعاء وصدق اللجوء إلى الله عز وجل في زمان الفتن حاجة ماسة جدا وملحة جدا وهي من أفضل العواصم إذا خذلك مالك وخذلك أحبابك وخذلك أصدقاؤك وأقرباؤك خذلك منصبك خذلتك عشيرتك خذلتك قبيلتك خذلك سلاحك خذلك مالك الله عز وجل لا يخذلك إذا صدقت في اللجوء إليه أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يرذك بخير فلا راد لفضله سبحانه وتعالى فالله عز وجل إذا أراد بك خيرا فلا يمنع هذا الخير عنك أحد وإذا أصابك بسوء فلا يحميك من هذا السوء أحد فأفضل شيء أن تلجأ إليه لأنك حين تخاف من أي شيء تهرب منه إلى غيره لكنك حين تخاف من الله تلجأ إلى الله أفر إليك وأين إلا إليك يفر منك المستجير إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لحيلة إلا رجائي بعفوك إن عفوت وحسن ظني أفر إليك وأين إلا إليك يفر منك المستجير كما يقول الشاعر في هذا البيت الآخر فإذن الله عز وجل يقول ففروا إلى الله ففروا إلى الله فعليك أن تفر إلى الله وأن تفزع إلى الله وأن تلجأ إلى الله وأن تكون صادقا في نجوئك مرغ جبينك بالتراب بين يدي الله يا رب الزمان زمان فتن يا رب الأيام أيام محن يا رب نزل بنا البلاء تسلط علينا الأعداء ضعيف أنا يا رب فمنحني قوة من عندك فقير أنا يا رب فمنحني غنا من عندك من عندك ذليل أنا يا رب فمنحني عزة من عندك فلا حول لي ولا قوة لي إلا بك إليك أفزع وإليك ألجأ وبك ألوذ وبك أعوذ وبك أستجير وبك أحتمي يا رب العالمين أن تكفيني شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وإن فتن من حولي فاكبضني إليك يا ربي غير مفتون يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بعبادك فتنة فاكبضني إليك غير مفتون وإذا أردت بعبادك فتنة فاكبضني إليك غير مفتون هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورجاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه حتى ماذا؟ حتى لا يفتن فكيف يكون حالنا نحن أنا وأنت وأنت ونحن جميعا؟ علينا أن نصدق بلجوئنا إلى الله عز وجل نصدق بلجوئنا إلى الله عز وجل نصدق بالدعاء نصدق بالرجاء نصدق بالثناء نصدق بالتوكل وتوفيض الأمر إلى الله عز وجل حتى ينجينا من الفتن حتى ينجينا من الفتن الأمر الآخر والأخير في هذه الحلقة هو أن تسعى في إصلاح نفسك وتزكيتها لأنك في غير زمان الفتن تسعى إلى إصلاح نفسك وإصلاح غيرك أصلح نفسك وادع غيرك لكن إذا عمت الفتن وشاعت وذاعت وانتشرت وألقت بظلالها على الناس عليك بخويصة نفسك الأمان في الفتن والعصمة في الفتن أن تعتزل هذه الفتن وأن تكون بعيدا عنها واشتغل بعيوبك عن عيوب غيرك يا أخي واحد يريد يصلح اليوم الأمة كل الأمة والآخر يريد يصلح الشعب كل الشعب والآخر يريد يصلح العشيرة كل العشيرة والآخر يريد يصلح الحزب كل الحزب وهكذا وحين تأتي إليه تجد أن قلبه خرب لا يذكر الله إلا قليلا ولا يقوم إلى الصلاة إلا كسلا ولا ينفق إلا وهو كاره نعوذ بالله أكثر صفات الشقاق والنفاق موجودة عنده وهو يسعى في إصلاح غيره فعلينا أن نشتغل بإصلاح عيوبنا قبل إصلاح غيرنا ونسعى في تزكية أنفسنا يا أيها الذين آمنوا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة والله عز وجل يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل ويقول الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فإذا لا بد أن نسعى في تزكية أنفسنا ونسعى في إصلاح نفوسنا ثم في إصلاح وتزكية عوائلنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو أن يضيع من يقوت ويقول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤولا عن رعيته فاسعى أنت في إصلاح وتربية نفسك ثم في إصلاح عائلتك فصلاح الفرد يقودنا إلى صلاح الأسرة وصلاح الأسرة تقودنا إلى صلاح المجتمع ثم إلى صلاح الأمة فننتقل من حال إلى حال نحن نطمح أن نغير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فحتى ننجو من الفتن وحتى نطفئ نار الفتن وحتى تكون عندنا عواصم من هذه الفتن اسعى أنت واسعي أنت واسعوا أنتم جميعا ونسعى نحن وأنا أيضا جميعا نسعى ماذا؟ في إصلاح أنفسنا وفي تزكيتها عند ذلك نسعى أيضا في إصلاح وتزكية وتربية عوائلنا وأسرنا من زوجة من ولد من بنت وغير ذلك ثم يكون ذلك قائدا لنا إلى إصلاح المجتمع فإذا زكت نفوسنا وإذا ربيناها وهذبناها على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الإحسان وعاشت في ظلال القرآن وفي رحابه وفي ظلال السنة وفي رحابها عند ذلك نكون في مأمن من الفتن بإذن الله عز وجل هذه أحبة الأكارم كانت أبرز العواصم التي وددت أن أتطرق إليها في هذه الحلقة من عواصم الفتن نرجع نذكر بالعناوين الاعتصام بالكتاب والسنة الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إليهما الأمر الثاني التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين ثم بعد ذلك اتباع الصراط المستقيم والمنهج القويم الذي جاء به القرآن وجاءت به السنة الأمر الآخر الإقبال على القرآن والسنة تخلقا وتحكيما وعملا بها الأمر الرابع هو يعني طلب العلم الشرعي طلب العلم الشرعي الأمر الخامس هو صدق اللجوء إلى الله عز وجل والأمر السادس أن نسعى في إصلاح نفوسنا وفي تسكيتها جنبنا الله وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن حتى نلقاكم إن شاء الله تعالى على خير في حلقة قادمة من برنامج تهافت الفراش استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة